السلام عليكم أعزائي المشاهدين اليوم دعنيكم كيف تصنعوا ظرف جميل جدا من ورقة يلزمكم ورقة مستطيلة مثل هذه تطووها على نفسها بهالشكل ثم تطوو الطرف للخلف للحدود ترجع تطوو الطرف للخط بالوسط ومرة ومرة ثم تتفتح وتطوو الطرف للخط بالوسط مرة ثم تطوو ومرة ثم تطوو الطرف ومرة ثم تطوو لحدود الخط الخط الذي يوجد هناك ثم تطوو تطوو ثم تطوو ثم تطوو ثم تطوو ثم تطوو لحدود الخط ثم تطوو 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 ثم نقوم بعمل الطرف الآخر ثم نفتح نفتح كل الزاوية و نسحقها بشكل ان الخط يصير على الخط ثم نفتح الزاوية الثانية ثم نفتح المربع نفتح خط بشكل يصل الزاوية بالزاوية الثانية نفتح الزاوية و نفتح نفتح لدى ألعب نفتح كثرة نفتح الزاوية نفتح الزاوية ثم نفتح 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 ثم نضيف الثاني ثم نضيف الثاني الزوية ثم نضيف الض DSO وألخف المعالبة ثم نضيف الثاني ثم نقوم بإمكانه نضيف الثاني ثم نقوم بفوت الزوية ثم نضيف 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 الزوية كما في هذا الشكل أفتح الطرف الآخر وفتح الجيبة وفوت بشكل الخط يصير على الخط وهو وفوت الزاوية يأخذ هذا الشكل وفوته مشخص وفوت هذا الشكل أبتداء من الخط يدعم الظروف لهذا السيبير يدعم جيد في هذه الطريقة فقط لسانا بالجابة كما ترى درجة جميل كما ترى بشكل مرتب كما ترى درجة جميل من الداخل مرتب وحلو يمكنك تضع أي شيء مثل هدية نقضية لنفرط لأنكم تعطون عيديات لأولاد ولكن لديكم ظرف فتبتكروا الظرف وتضعوا لهدية وتقفلوا وحلو الظرف يتقفل بأحكام لا يوجد مجال يدع المحتوى منه جميل نماذج بألوان ثانية جميل كمان ظروف جميل من ورقة واحدة أتمنى أن هذه الحلقة تكون عزبتكم لمشاهدة المزيد ضغطوا الرابط أدنى أو فتشوا في اليوتيوب تحت ايهاب طلينة كل واحدة وما تنسوا الاشتراك وشير إلى اللقاء